مرحبا فيكم حبايبي برج السرطان شوف كيف طاقتك عام لهاي الفترة في طاقة سامة حياتك او انك انت عم بتمارس ادمان اما على شخص اما على موضوع معين طول الوقت عم بتفكر فيه عايش يمكن بصراعات كنت عم بتحاول الانتصار عليها عم بتحاول الوصول للحقيقة فشايفك يعني عم توصل لهذا التوازن شايفة فيه مش موت فيه نهاية لاشخاص كانوا عم بعادوك او انهم رح يبتعدوا عنك فشايفة انه انت فوق وهم تحت كمان هذا الكرت ممكن يكون استشفاء منطقات سلبية عم بتحاول انك تستشفي بنوع من الانواع خلينا نشوف في شكل عام بعدين شوي يعني نلقي نظرة على العاطفة بالنسبة لبرج السرطان بشكل عام برج السرطان عم بتحاول انك تسافر يمكن عم بتحاول انك تطلع من مأزق معين عن طريق السفر خلص البعد تماما عم بشوفك شوي متضايق بشغلك او بموضوع المال ولكن عم بشوف تحسنات في هذا الموضوع في مشروع في شي انت بتحاول انك تحيي بتحاول انك تحيي طول الوقت يعني مصر عليه شايفيتو عم ينشي على خير ولكن هذا الموضوع بيحتاج كتير جهد منك وعنده فعلا ضيعت كتير جهد على هذا الموضوع عم بتنازع ناس او عم بيكون في شوية مشاكل بينك وبين ناس معينين ممكن يكونوا في العمل ممكن يكونوا في العمل هدول الاشخاص عم بتكون على صراع دائم معاهم فشايفي فيه ترابط بين هذا الكرت وهذا الكرت يعني هما اجوا فوق بعض فشايفي انهم هما رح يعني كيف يقعوا بنفس الحفرة اللي حفروا لك اياها او انه هما رح ياخدوا اذا مش قريدي صار يعني او انه رح ياخدوا جزاؤهم ففيه كارما كبيرة من هاي الناحية اذا انظلمت انت رح تاخد حقك في هاي الفترة اذا مش قريدي اخدته لان واضح جدا بالكروت هذا الكرت بشوفه اكتر لاحياء جوانب حتى لو مش مشروع جوانب في شخصيتك انت كنت مهملها وكنت عم تطلع على الامور بسطحية شايفيتك عم تتواصل مع روحك الداخلية عم تحيي الامور اللي ماتت جواتك مثل الفراح السعادة لك فترة ما انبسطت فعم بشوفك بتحاول انه تتغير بتحاول انك تتغير داخلك كمان مش بس الخارج ولكن كمان من الخارج انت عم تهتم كتير بهاي الفترة يمكن عم للنساء عم يفكروا بعملية تجميل او انه يعني نقصوا وزنهم يعني ايش يلو علاقة بالهيئة بالشكل او انه يشتروا كتير هاي الفترة اواعي ملابس اه فعم بتكون كتير عم تصرف على هاي الامور يعني عم تهتم من الداخل ومن خارج عم بشوف كيه توازن في الموضوع الصراعات اللي كانت موجودة في داخلك عم بترسى على بر عم بتوضح الامور وقدامك عم ينتهي هذا الصراع اه في البعض من برج السرطان عم بشتغل يعني بجهد كبير كبير خوفا اه من الناس اللي قلنا يمكن عليهم انه يأسروا عليه في لانهم هم بأسروا فعلا بشكله خطر على مستقبله على كذا اه فهو عم يشتغل ما عم يخلي غلطة يعني عليه عم يشتغل بتركيز اه ما عم يخلي حدا يعني يتشمت فيه عم بشوفه بيبدل جهد كتير هاي الفترة يمكن خايف برج السرطان من انه يترك وظيفته او انه يعني يتروح من وظيفته خلينا نقول اه ولكن لا انا شايفيتك قاعد يعني ومستقر بالعكس فيه تطور بالمستقبل اه شايفه كمان انه فيه وفرة مالية في نهاية هاي الفترة اه او انك مقدم على شيء مقدم على قرض مقدم على او بتستنى فيه ارث معين المهم فيه قضية يعني اه فيها مال ازا كانت في المحكمة فهي لصالحك او بشوفها اكتر انها مش محكمة بشوفها اكتر اه عن طريق التراضي يعني انه ما بتوصل للمحاكم واذا كانت وصلت للمحكمة بموضوع معين فالنجاح لقلك ولكن شايفه فيه شوية صبر عم بتحاول تكون صبور فكون صبور هاي الفترة برج السرطان من بعد ما كنت منعزل من بعد ما كنت تحاول تكون لحالك في اغلب الامور وكأنك فقط تستقف كل اللي حواليك بالفترة الماضية اه حاسيتك لا يعني عم بتكون اه اكتر اجتماعية بالفترة الجاي اكتر اه اكتر انفتاح على العالم يمكن عم حتى تتواصل مع ناس عبر الانترنت اه بهدف العمل او ممكن علاقة حب بتكون ما بعرف بس عم تتواصل بطريقة كبيرة اه من للخارج او حتى سفر رح تسافر اه ممكن للبعض منكم اللي بستنى سفر رح تسافر هذا الشهر رح يكون سفر ولكن سفر اه غير المتوقع يعني رح ته يعني بتكون اول شي متخوف منه من هذا الصف اه بتكون بالدكية اوك اوكي لكن بتكون متخوف كتير عندك تخوفات كتير ناحية السفر بس نبين انه البلد الجديد او المكان الجديد اللي انت رايح عليه اه مكان رائع احسن المكان اللي انت فيه حاليا هون بشوف شخص من طاقة نارية او مائية حتى ممكن تكون ترابية عم بيحاول يتقرب منك البعض منكم في العمل اه هذا الشخص يعني الو فترة عينوا عليكم الو فترة عم بيحاول يراقب السلوك تبعكم عم بيحاول يدرسكم لانه في عنده علاقة جدية مش اللي هو بده يلعب فرح يدخل حياتكم هاي الفترة فان شاء الله يعني يكون على خير هذا الموضوع وشايفيته انه بيمشي للجدية يعني فيه فيه استمرارية بالموضوع اه شايفيتك انك اه طبعا الناس اللي بيستنوا حمل او كذا في احتمال انه يصير فيه حمل هاي الفترة لكن ينتبهوا من الاجهاض يعني ما يبعدوا عن هذا الموضوع موضوع الاجهاض او هاي المواضيع خلي الامور طبيعية اه شايفة للناس اللي خلينا نقول اتعدوا حد يعني سن معين او تأخروا بالزواج انا ما بسميه تأخير بالزواج ولكن فيه ناس بيفكروا انه هم تأخروا في الزواج او عندهم افكار سلبية من هذا النوع بشوف هدول الاشخاص رح يتقدم لهم هاي الفترة شخص مناسب رح يلتقوا بشخص على علاقة جدية فيعني ما نضيع فرص حتى لو كان فيه شخص قديم في حياتنا يعني نفكر بعائلنا اكتر خلينا نقول خلينا نشوف من ناحية عاطفية هيك بشكل العام برج السرطان شو في عنده برج السرطان فيه كار ما رح تتحقق فيه استشفاء عم بتحاول تنسى الشريك او الشريك عم بحاول ينساك لكن فيه سعادة يعني بنهاية العلاقة النهاية رح تكون سعيدة جدا العلاقة عم بشوفها بالفترة الجاي عم بيكون فيها توازن اكتر عم تكون على اسص صحيحة عم يؤدي للارتباط انا شايف هاي علاقة جدية مش علاقة يعني قبل شوي بيينوا العزاب عنا وهلأ وهلأ عم بيبين وبينوا برضو متأخرين شوي في الزواج وهلأ عم بيبين عندي نوع من الفراء يعني في ناس مفترقين فشكله كل برج السرطان رح يفرح ان شاء الله هاي الفترة اذا خلينا نشوف زي ما قلتلك فيه يعني فيه استشفاء او عم تحاول انك تنسى الشريك لكن بالنتيجة طبعا القراءة حبايبي ممكن تكون عكسية لانه قراءة عامة وعاطفية شايفيتك يعني شوفهم طلع عندك تسعة وتسعة يعني قربت كتير من نهاية الموضوع قربت كتير من النهاية السعيدة شايف هاي العلاقة زي ما قلتلكم بتودع الارتباط لانه في عنا اربعة هون اللي هما اربع يعني دعائم وكأنه شيء يعني انا بفسر لكم الكرت عشان ما تستغربوا اه لانه بعضكم يعني طلبني انه مثلا ليش ما نغير الكروت اللي بنفتح عليهم انا كنت استعمل كروت معينة عشان انتوا تفهموهم وتكونوا يعني معاي بالقراءة او بس اه بس ازا بتكم كل مرة بنفتح بكروت اه شكل ما فيه مشكلة اذا هاد الكرت انا بشوفه فيه دعائم اربعة اي شي بتحطه على اربع دعائم بتكون اه يعني يعني على ارض ثابتة يعني موضوع جدي انا بشوفه مش موضوع اللي هو عابر او كذا بينك وبين الشريك انتوا ناس مفترقين اكتر اه شايفي فيه اخبار كمان عم بتريح لك بالك عم اه بيكون اه يعني امور امور انت مفكرها كانت اه شر او كذا اه امور مشاكل انت وقعت فيها انت والشريك اه لكن اه لا فيه تطمينات بعدين فيه يعني رح تنتهي هاي الامور كلياتها رح تختفي رح يصير فيه فرصة للقاء بناتكم رح تلتقوا او تتواصلوا ممكن على الانترنت على التليفون مبعرف المهم اه فيه كار ما عندك رح تتحقق وجاي تحتيها اللي هم يعني شايفي هدول الكارتين اكتر على المال فيه ناس اه يمكن اه راح من ايده مبلغ رح ربنا يعوضه وكمان بالحياة العاطفية يعني ام عم بشوف انه عم بيحصل على حقه من هاي العلاقة العاطفية خاصة اذا كان مظلوم اذا كان يعني مش منه الغلط فعم بيرجعله حقه كامل عم بشوف اه فيه انتصار على اهلاقة ثلاثية ممكن تكون او على الشريك نفسه شايفي اللي بلش بالغلط او اللي عمل الغلط عم ياخد جزاؤه وهاي قراءة عكسية ممكن تكون اليك او للشريك هون شايفي كل ما بتحاول تتشافه وانك تنسى الطرف الثاني بالعكس عم بتزداد حب لالو عم بتزداد نار الحب كل ما بعدته بالعكس عم بتحبه بعض اكتر شايفي هون كمان في عندك نهاية لموضوع بداية لموضوع جديد على صعيد العاطفة للمنفصلين انا بشوف هذا الكرت انه نهاية لمشاكل نهاية لطرف ثالث نهاية العوائق وانتقال موضوع تاني على العكس تماما طاقته معاكسة للوضع الاولاني فعن بشوف من من السلبية رح تروح للإيجابية العلاقة كمان بالعلاقة الثالثة رح يكون في اللي هو الطرف الثالث هو الخسران بالموضوع رح يكون في انتصار على الطرف الثالث الطرف الثالث رح ما بعرف بسميها فضيحة او شي مشكلة كبيرة رح تصير بين الشريك وبين الطرف الثالث اذا كان في طرف ثالث رح يعرف الشريك انه انت اللي على حق وهدول الاطراف او الطرف الثالث هو اللي كان عم يعني بيحاول يغميله على عيونه شوف طلعلك تسعة وتسعة يعني قلتلك قبل شوي انه يعني القرب من نهاية الموضوع الاولى السايكل في الحياة يعني دورة حياة قاتمة رح تخلص وتبلش عندك دورة حياة جديدة فيه اشياء برج السرطان من الفترة الجاي او اوليدي عاشها اللي هي اختلاف كبير في اله ما اظن انه كان في عنده ركود يعني فيه كانت تغييرات في الامور عم بتكون مخاوفك كل ياتا عم تتأكد انها هي مجرد مخاوف رح يعني تروح لطريق الحقائق والواقع رح تكون كل الامور واضحة قدامك رح تستغل الفرص اللي كنت في اول الفترة عم بتضيعها عم تستغلها كل ياتا هاي الفترة شايفتك شوي مع المادة عم بتحافظ كتير على الفلوس اللي معك واكنه يعني محضر حالك لفترة صعبة او ما بعرف ليش بس شايفيتك ماسك شوي ايدك هاي الفترة يعني صح عم بتبعزق على امور يعني لبس وكذا وهات بس بالامور المبالغ الكبيرة لأ عم بتحس عم بحسك عم بتجمد عم بتحوش لموضوع كبير لمشروع كبير ممكن يكون للزواج ممكن يكون للارتباط لهدول الناس فشايف الامور العاطفية رايحة للطريق الصحيح رايحة ولكن بتدرج بشوية صبر خلينا نشوف الوراكلز لبرج السرطان نصيحة شو بتقولهم هاي الفترة عم بحس يعني اغلب الابراج عندهم صعوبات هاي الفترة ما بعرف ليش ولكن رايحة للأفضل يعني هي فترة بنصبر شوي عليها وبعدين كل الامور تستقر شو بتقولك النصيحة شايفيتك عم زي ما قلنا في الكروت بيقولك كيف قوين فورورد يعني الطريق اللي انت ماشي فيه كمل فيه بطريق مستقيم مع انه في ناس راح تكون ضدك في امور يعني امور تانية راح تكون ضدك مش بس اشخاص ممكن تكون ظروف ممكن تكون تحديات ولكن بيقولك خليك على نفس الطريق ورح توصل فيه افق وبعيدة يعني فيه يعني الافق ورح توصل لابعد نقطة يعني ممكن تتخيلها فخلينا نكون نتفاقلين هاي الفترة يا برج السرطان ونطول بالنا برج السرطان هيك دايما بيفكر بالمثالية انه يكون انه فبدنا شوي نص برعة بما نوصل لهاي المرحلة لانا راح نوصلها راح نوصلها بحكي عن حالك اني برج السرطان هون بشوفك عم بيزيد الوعي عندك زي ما قلنا قبل شوي حقائق شغلات غير هيك عم بيزيد وعيك عم بتزيد الحكمة عندك فيه اشخاص يعني تعطيهم حجم كبير الان عم بتحجمهم فيه عندك كان مخاوف الان عم بتزول فالوعي عندك كبر او حتى في بعضكم عم يشتغل على عم يشتغل على موضوع الروحانيات عم بشوفه بالمستقبل بيشتغل في هذا المجال بهذا الفيلد او هو بيسعى بالمستقبل انه يشتغل في هذا الموضوع او قريدي هو عنده شي سنتر يمكن للريكي لل متل هاي الامور لليوغا عم بيحلم يمكن البعض منكم انه يوصل لهيك شي ورحميكم